تقوية الدبلوماسية المغربية وكذلك تقوية قدرات الأطر الإدارية العاملة في الدبلوماسية الموازية وهذه الاتفاقية تفتحنا المجال كذلك بأننا نقدرون في القريب أو على مستوى متوسط يكون لدينا أطر داخل مجلس المستشارين متكونين في الدبلوماسية الموازية وفي قضايا محددة قضايا المحددة التي تعني أساسا قد تحدث ترابية ثانيا قضايا كذلك دبلوماسية متعلقة بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع أطراف أخرى والعلاقات البرلمانية في نفسهم أعتقد أن هذه مهمة جدا في العمل الاستراتيجي الذي رسمه المجلس المستشارين ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس تشترك في القناة وتفعل الجرس تشترك في القناة وتفعل الجرس